تعالوا نشوف وزير التضامن الدكتورة غادة والي قالت طب احنا هنعمل حملة علشان نشوف صائقي اوتوبيسات المدارس تحديدا لانه صائق اوتوبيس المدرسة هنا يختلف عن كل الصائقين هو يحمل الاطفال والنشق الذين نتجه بهم الى المستقبل يحملهم كامانة كوديعة فاذا عندي شك خاصة عندي اضايا اكدت هذا الشك اذا عندي شك انه يمكن ان يكون متعاطيا لانواع المخدرات بكل اشكالها فهنا انا مش هستنى وبالتالي علينا ان نقوم بالكشف على الصائقين هذا ما قامت به الدكتورة غادة والي وكان معاها ايضا بعض المتخصصين في مكافحة الادمان والمخدرات تحليل الكشف عن تعطي المخدرات هي تحليل بول بتتعمل في المدارس في موعيد مختلفة من النهار اثناء تواجد السائقين سواء في اول وصولهم المدرسة او في الظهر هما جايين يستعدوا بالاوتوبيسات عشان ياخدوا الولاد ويتحركوا بنعملها في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ابتدينا في محافظات القاهرة الكبرى هنمتد لبقي المحافظات عشان في اربع شهور نغطي ستين الف سائق الاجراءات احنا بناخد مدرسة عشوائي الاختيار بتاع المدرسة بيكون عشوائي بنحصر المدارسي السوائين اللي موجودين فيها النهاردة كانوا حوالي 17 سواء اللي كانوا موجودين تم اخذ العينات وتأكدنا انها مصبوطة بشكل دقيق جدا الحمد لله طلعت كل نتائج سلبية 17 سواء احنا مكسفين الحملات يوميا على متعاطي المواد المخدرة ومن يضبط بيتم عرضه عن نيابة المرور احنا حللنا دلوقتي يمكن 336 حالة فيه عندنا 40 حالة ايجابي الحالات الايجابية بدي تعرض على الاسم وتعمل المحضر وتعرض على النيابة والنيابة بتاخد قرارها الايجابي بالحبس واستخمال كافة الاجراءات القانونية شايفها ان دي متأخرة المفروض كانت تبقى من زمان لان حصل احداث قبل كده وراح فيها ناس ابرياء ما كانش نقوم زنب بسبب تعاطي بعد السوائين الحاجات اللي هي مش المخدرات يعني بمعنى الصح فدي بصراحة عمل كويس جدا رغم انه متأخر لكن برضو جميل جدا انه هو جي في الوقت ده اللي حصل احنا بعد ما جبنا الاولاد الصبح وقالونا يعني ما حدش روح هنا ولا هنا بس ما عرفوناش ليه يعني بعدين بقى جاتل اللي جان مرة بعضها كده وخشين قالوا عندوك تحاليل اللي هي بتاع المخدرات فخشين عملنا التحاليل الحمد لله الحياة حملة الكشف المبكر على المخدرات من الحاملات المهمة جدا اللي بنشترك فيها مع وزارات الداخلية صحة والسكان التربية والتعليم وبالتأكيد هذه الحملة يعني توجهها الاساسي الكشف على المخدرات ما بين السائقين من ضنهم سائقين اوتوباسات المدارس طبعا هي الحملة دي حملة محترمة جدا وبتحافظ على الشخص نفسه وبتحافظ على الاطفال او الناس اللي رجبين معاه وبتحافظ على المعدة هو اكيد الحملة مفيدة جدا علشان تقلل نسبة المخدرات في البلد بس الحملة دي المفروض تقعد اكتر من كده يعني تقعد على الاقل حاجة سنة واحدة حملة طبعا كويسة يعني لازم طبعا السوائين ان هما بيبوا مسؤولين عن حياة ناس لازم يبوا يعني تأكد ان هما في عيوهم عشان شوما لو مش في عيوهم حوادث هتزيد وارواح ناس هتروح يعني طي حاجة كويسة طبعا عشان حاولت استحسن في الطرق عشان واحدة وليت عمر طبعا ببقى خير فيها البنت جدا لا الكويسة يعني عشان مش اي حد سوء او اي حد يتجابة ان هو يعني يعمل حادثة بناس او حاجة الحملة طبعا طبعا كويسة بس لازم كمان يشوفه في المدارس عشان فيتو اللاب برضو يتعاطي الحاجات دي طبعا لازم نبقى مطمينين على ان السوائل اللي قايم لولادنا ده يكون امين على ارواحهم والاهتمام ان السوائين ان احنا نشوفهم هل هم متعطيين مخدرات وعزلهم وكده ده شيء بنحس ان الدولة بتهتم بولادنا